السلام البناس كديري اللبسة لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم بزاف لكل سيدة راغبة في الحمل والإنجاب وصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة إن شاء الله علاش لألفين لايك وأكتر باش توصلوا لي هذا الفيديو لأنه فعلا فيديو مهم بزاف كي تحدث على مجموعة من نصائح وكذلك غاد نجاوبكم على واحد تساؤل اللي ممكن تطرحوا أي سيدة هل قلة دم الدورة الشهرية أمر مقلق أو أنه كي يمنع لكم الحمل وكيف تتصرف السيدة حيال هذا الأمر بقى معي في هذا الفيديو إن شاء الله غايتستفدي وغايتعرف الإجابة الشافية على هذا السؤال وما غايتبقاش عندك أي تساؤل أكيد أن بزاف ديالسيدات كي يوجهوا هذا المشكل هذا خصوصا في الشهر الفضيل ممكن الدورة يعني تكون فيها واحد الخلال ممكن تجي طويلة بعض الشيء ممكن كذلك تكون متقطعة وممكن تنزل بواحد الخفة واحد يعني النزيف يكون خفيف بزاف والأمر كي يقلق مجموعة من السيدات وكي يبغيوا يعرفوا شنو هو السبب وراء هذه الدورة الشهرية الخفيفة كيفما كان عرفوا بأن الدورة الشهرية تأتي لدى بعض النساء غزيرة وأخريات كتجيهم خفيفة ويحدث هذا بسبب تغيرات الهرمونات من امرأة لأخرى لعدة أسباب كتختلف غزارة وطول مدة الدورة الشهرية من امرأة لأخرى وفقا للعديد من العوامل وتعتبر الدورة الشهرية الغزيرة مشكلة صحية تحتاج إلى فحوصات ومتابعة مع الطبيب يعني لجتك واحد دورة غزيرة نوعا ما والسيدة كتجيها لشكل نزيف وكتغير الفوض الصحية كل ساعة هنا الأمر مقلق وضروري السيدة تتوجه للطبيب ديلها باش تعرف شنو هو السبب كذلك لجتك الدورة الشهرية خفيفة فقد تؤشر بوجود خلل في الهرمونات وحينها يجب أن تقوم المرأة بزيارة الطبيب النسائي للتأكد من أنها لا تعاني من أي مشكل يعني في كلتا الحالتين ضروري السيدة توجه للطبيب إلا كانت الدورة ديالك يعني كتجي واحدة كمية معتدلة كتجي عادية كل يوم يعني ما كتكونش هناك واحدة الإرهاق وواحد تعب السيدة ما كتكونش شكل ديالها مخيف وكذلك غزير فهنا ما تقلقش سيدة والأمر كيكون جيد وكيعني بأن الهرمونات ديالها مضبوطة وما فيهاش مشاكل بالنسبة لأعراض الدورة الشهرية الخفيفة يمكن ملاحظة أن الدورة الشهرية خفيفة من خلال مجموعة من الأعراض يعني كيفاش تعرفي أن الدورة ديالك خفيفة وخاصك ضروري تقوم بالفحص المناسب أولا كتستمر لأقل من يوما يعني لجتك أقل من يوما فمن الطبيعي يعني كخاص ضروري الدورة ديالك تكون تستمر حوالي خمسة إلى ستة أيام وإذا كانت أقل من ذلك فإنه أمر غير طبيعي وضروري خاصك تزور هنا الطبيب ديالك باش إن شاء الله ما يتأخرش عندك الحمل لأن أي مشكل في الدورة ممكن يبين لك السبب ديال تأخر الإنجاب كمية قليلة جدا من الدماء إذا كانت كتنزل عليك الدورة بنقاط بسيطة على مدار المدة كاملة فهذا يعني أنها خفيفة جدا كينبات السيدات كي يسولوا نفتع عليك كتجيهم الدورة بمجرد أنهم تاكي يعني كي بغيوا يمسحوا بالكليناكس أو ببابيجينيك عاد كي يشوفوا الدورة ديالهم يعني هذا الأمر هذا هو مقلق وضروري خاص السيدة تقوم بواحد الفحص مناسب عند الطبيب هو اللي غادي يعطيها مجموعة من الفحوصات باش تقوم بهم باش يكتشف يعني سبب اختفاء الدورة أو نزولها بشكل أخرى وكذلك إذا كانت الدورة ديالك غير منتظمة يمكن أن تتأخر ولا تأتي في الموعد ديالها وعندما تنزل تكون خفيفة أيضا يعني هذا الأمر تهوى كيدل على وجود خفاف الدورة الشهرية كتأتي كذلك أكثر من مرة على مدار الشهر وتكون على هيئة نقاط خفيفة جدا تختفي ثم تعود مرة أخرى كينبات السيدات يعني كينتهيوا من المدة ديال الدورة ومن بعد في وسط الشهر كتقدر أنها تنزل عليهم واحد نقاط أخرى اللي كيتفاجئوا بها يعني كتتقلق لهم الراحة ديالهم وكذلك كتقلق لهم نفسية ديالهم نظرا لأنها كتتكرر مرة أخرى ومشي في الموعد ديالها هاد السيدات هادو كذلك تهو مخصوم ضروري الاستشارة الطبية يعني أي أمر مقلق اللي شكيتي فيه وحسيتي بأنه غير طبيعي ضروري أنك توجه فيه للطبيب وتخضي المشورة دياله باش يكون البال ديالك مرتاح ومطمئن بالنسبة لأسباب نزول الدورة الشهرية بكمية قليلة يمكن أن تحدث الدورة الشهرية الخفيفة لعدة أسباب وتتمثل يعني هاد الأسباب هادي في العمر ديال السيدة يعني المرحلة العمرية يمكن أن تحدث الدورة الشهرية الخفيفة بالنسبة للسيدات اللي عاد كيكون يعني في سن البلوغ الفتيات اللي في مرحلة المراهقة نتيجة للاختلالات الهرمونية وعدم نضوج الجهاز التناسلي بشكل كامل وكذلك تأتي الدورة الشهرية خفيفة لدى النساء في سن اليأس لوجود اضطرابات هرمونية لدى المرأة في هذه المرحلة تاني حاجة اللي ممكن أن تخلي الدورة ديالك خفيفة نوعا ما وهي الوزن والنظام الغدائي كيفما كان عرفوه بأن الوزن كيأثر بصورة كبيرة على الدورة الشهرية فالمرأة النحيفة جدا تعاني من مشاكل في الهرمونات وتصبح دورتها الشهرية غير منتظمة وخفيفة كما أن فقدان قدر كبير من الوزن أو اكتساب كمية كبيرة من الدهون يؤثر على المعدل الطبيعي للدورة الشهرية كذلك تصبح الدورة الشهرية خفيفة وغير منتظمة في حالة الإصابة بإضطرابات الأكل ومشاكل فقدان الشهية ثالثا ممكن جد دورة ديالك خفيفة نتيجة الحمل يعني هذا الأمر هذا اللي ما كيعرفوهش بزاف ديالسيدات عادة ما لا تأتي الدورة في الحمل ولكن ما يحدثها يعني ممكن أنه يحدث في بعض الأحيان وتأتي الدورة على هيئة نقاط خفيفة لا تعتبر بدورة ولكن تعتبر بنزيف انغراس الحمل يعني ملكين غارس البويضة في جدار الرحم فممكن أنها تسبب واحد يعني واحد الإفرازات بنية أو نقاط حمراء اللون كتدل على نزيف انغراس البويضة وفي الحقيقة لا تكون هذه هي الدورة الشهرية المتعارف عليها وإنما نقاط دم تنزل عندما تنغرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم يمكن أن يستمر هذا الدم لمدة يوما أو أقل على حساب يعني الجسم ديالك كيحاول أنه يصنح هذا المشكل هذا اللي هو ماشي مشكل بطبيعة الحال يعني كيوجه بزاف ديال السيدات في الحمل ديالهم أو في بداية الحمل ديالهم وممكن ما يجيش عند سيدات أخريات يعني على حساب الجسم ديال كل سيدة الرضاعة الطبيعية كذلك يعني فترة الرضاعة ما يجيش الدورة الشهرية عند معدم نساء حيث أن هرمون إنتاج الحليب لهو البرولاكتين يمنع الإبادة ويؤخر الدورة الشهرية ولكن قد تنزل بعض نقاط الدم الخفيفة من حين لآخر أثناء الرضاعة الطبيعية فهذا الأمر كيختلف من إمرأة لأخرى عندما تعود الدورة الشهرية مرة أخرى يمكن أن تكون خفيفة في البداية لحين استعادة نظام الهرمونات الطبيعي يعني هذا الأمر عالي جدا للسيدات اللي كيردعوا رضاعة طبيعية ممكن كذلك تجي دورة خفيفة نتيجة الضغط العصبي والنفسي إذا كانت المرأة كتمر بفترات توتر وضغط عصبي فهذا حتما يؤثر على الهرمونات لديها ويؤدي إلى الترابات في نزول الدورة الشهرية لتأتي في فترات غير منتظمة وتنزل خفيفة أو غزيرة بمجرد ابتعاد المرأة عن مصادر التوتر والقلق ستعود الدورة ديالها إلى الطبيعة ديالها الأولى ممكن كذلك تبترات ممارسة الرياضة سيدات لكي مارسوا الرياضة القوية والمجهيدة بشكل مستمر كتغير الدورة ديالهم بسبب استخدام كثير من طاقة الجسم وخاصة في حالة انخفاض الوزن وعدم تناول غداء صحي متكامل ولهذا يجب على المرأة أن تهتم بالتغذية السليمة أثناء ممارسة الرياضة ولا تمارس الرياضات التي تحتاج إلى مجهود كبير تكيث المبايد هذه المشكلة كيعاني منها بزاف ديال السيدات كتدير واحدة تغيرات في نظام الدورة الشهرية سواء المواعد ديال نزول ديال الدورة أو الكيمية ديال التدفق ممكن أن تكون خفيفة للغاية أو غزيرة وغالبا لا تأتي في موعد ثابت كل شهر يصاحب كذلك مشكلة تكيث المبايد بعض الأعراض الأخرى مثل السمنة، ظهور حب الشباب، ظهور الشعر بكثافة ومشاكل في الخصوبة والإنجاب فهذا الحالة يجب الإسراع بالذهاب إلى الطبيب اللي البدء في علاج تكيث المبايد ضروري أنكم تكونوا استفتيوا من هذا الفيديو ولجت كذلك الدورة الشهرية كيفما ذكرت في الفيديو بشكل قليل أو خفيف فما تستهنيش بالأمر وضروري تمشي تزور الطبيب بشعر في السبب إن شاء الله ويتم العلاج كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى الإعجاب ديالكم إذا أعجبكم بطبيعة الحال لا تنسونيش ديما من لايكات ديالكم شكرا على حصل المتابعة إلى اللقاء مع فيديو جديد بسلام عليكم